بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما التبرك وهو طلب البركة ومنه تبرك مشروع وهو ما كان بأمر شرعي كالصلاة في المسجد الحرام وقراءة القرآن أو بأمر حسي كالتبرك بدراسة كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام أو تبرك ممنوع والضابط فيه أنه كل ما لم يثبت فيه أمر شرعي أو حسي مثل التمسح بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الأول وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الآيات الدليل الثاني عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه أفرأيتم اللات والعزة وهو رجل صالح كان يلت السويق للحجاج وتقرأ بتخفيف التاء أي اشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه اللات والعزة مشتق من اسم الله العزيز ومنا مشتقة من اسم الله المنان أو أنها مشتقة من منا لكثرة ما يمنى أي يراق عنده من الدماء ومنه سميت منا حدثاء أي قريب عهد بكفر وذكر ذلك للاعتذار لطلبهم وسؤالهم ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا ذات أنواط لأنها تعلق عليها الأسلحة رجاء بركتها اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط عرفوا أن العبادة توقيفية ولا بد لهم من الإذن لذلك استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فغلظ لهم الأمر ولم يقعوا في هذا الشرك لتركب أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم ففيه إخبار وتحذير المسائل الأولى تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا إغاضة للكفار لا أن يعبدوها الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل فلا نغتر بعمل الناس السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم فلا نذكرهم إلا بالجميل لأن الطعن فيهم طعن في الله وفي دينه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفيهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلض الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها ففيه النهي عن التشبه بالمشركين في الألفاظ التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك فالشهادة تنفي كل إله سوى الله فكذلك البركة لا تكون من غير الله العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة أو دفع مفسده الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك فهم يعذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه الرابعة عشرة سد الذرائع وهي الطرق الموصلة إلى الشيء والذرائع نوعان أولا ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب ثانيا وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد وهو مراد المؤلف رحمه الله الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وهي لا تختص بما قبل البعثة بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن وهذا للتحذير الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كلما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائر القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لألا يعود إليها فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق وطريقة أهل السنة الأخذ عن العلماء الربانيين وأن من رجع إلى السنة وكان في الضلال لا يؤخذ عنه حتى يشهد العلماء بصفاء ما يعتقد وزوال ما كان عليه من ضلال التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر